موسيقى زار الرئيس الأوكراني فلاديمار زلانسكي جزيرة الثعبان في البحر الأسود مع دخول الأزمة يومها الخمسمائة وتعد جزيرة الثعبان الصغيرة منطقة استراتيجية في البحر الأسود قد تسمح بتشكيل تهديد على تقدم قوات روسية في أوكرانيا خمسمائة يوم مرت على الأزمة الروسية الأوكرانية والمحصلة مخيبة للآمال في انتهائها وذلك وسط حالة جمود سياسي شديد تدعمه موسكو وكييف من خلال تصريحات حادة تنهي كل محاولات إيجاد حل للأزمة حتى قبل استئناف المحادثات وهو ما طلبت به مبادرات دولية عدة لم تجد طريقها نحو النجاح وبينما أشار مسؤولون بالأمم المتحدة إلى ارتفاع أعداد الضحايا في أوكرانيا بشكل غير قابل للإحصاء بسبب ظروف الحرب قالت بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا في بيان إن الحرب أسفرت عن مقتل أكثر من تسعة آلاف مدني بينهم خمسمائة طفل على الصعيد الميداني تبدو الأمور معلقة حيث لم تحقق روسيا أهدافها المرجوة من عملياتها العسكرية في أوكرانيا ولكنها تحتفظ بسيطرتها على مناطق واسعة من شرق وجنوب أوكرانيا التي أتلقت حكومتها هجوما مضادا في يونيو الماضي يسير بوتيرة أبطأ من المتوقع بحسب ما أعلنته وزارة الدفاع الأمريكية وأمضت الولايات المتحدة وحلفاء آخرون شهورا في دعم كييف بالأسلحة المتنوعة وتدريب القوات الأوكرانية لمساعدتها على اختراق الدفاعات الروسية خلال هجومها المضاد لكن روسيا أمضت شهورا أيضا في حفر مواقع دفاعية وتدشين تحصينات متقدمة ونشر ألغام أرضية حولها جعلت تقدم أوكرانيا في الشرق والجنوب مهمة شبه مستحيلة حتى الآن مما دفع واشنطن إلى إعلان اعتزامها إرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا بسبب نفاذ ذخيرة لدى الأوكرانيين وبالعودة إلى أهم أسباب اندلاع الحرب في أوكرانيا قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه لا يعتقد بوجود إجماع في حلف شمال الأطلنطي بخصوص منح أوكرانيا عضوية الحلف العسكري في الوقت الراهن وعلى الرغم من أن الأمر يبدو منطقيا لعدم إمكانية ضم كييف مع استمرار الحرب الروسية إلا أن الرئيس الأوكراني ورودمير زيلينيسكي واصل انتقاده غياب موقف موحد بشأن انضمام بلاده إلى النيتو مشيرا إلى ما يمثله ذلك من خطر على قوة الحلف نفسه وعلى الأمن العالمي تفقد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو تدريبا للأفراد العسكريين للتشكيلات الجديدة في مراكز التدريب التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن شويجو قام بفحص استعداد وتدريب بتواقم دبابات التين عن تين برو ريف بالإضافة إلى طريقة تدريب الجنود المتعاقدين في تنفيذ العمليات القتالية في ظروف وتضاريس مختلفة مشيرة إلى إجراء جميع التدريبات على معددات عسكرية جديدة أعلنت أوكرانيا مقتل ستة أشخاص في مدينة ليمان شرقي البلاد إثر قصف صاروخي الروسي وأوضح حاكم منطقة ديرونسيك بافلو كريلينكو أن القوات الروسية قصفت المدينة باستخدام قاذفات صواريخ متعددة نفل متحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف وجود موعد محدد حتى الآن بشأن لقاء الرئيس الروسي بلاديمير بوتن ونظره التركي رجب طيب أردوغان كان الرئيس التركي قد أعلن أمس أنه يتوقع زيارة الرئيس الروسي بلاديمير بوتن لتركيا في غسطس المقبل أعرب وزير الدفاع الأوكراني الأكسي ريزينكوف عن شكره للولايات المتحدة الأمريكية على إعلان اعتزامها تزويد أوكرانيا بقنابل عنقودية وأضف ريزينكوف أن أوكرانيا ستواصل الامتثال الصالم بكافة الاتفاقيات الإنسانية الدولية التي وقعتها وقامت بالمصادقة عليها مع الالتزام باستخدام الذخائر من أجل استعادة السيطرة على الأراضي الأوكرانية من أيدي القوات الروسية قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري مادفدوف إن دول حلف شمال الأطلنطي الناتو تواصل تعزيز قدرات كيفية أو كيف القتالية بكل الوسائل الممكنة مشددا على ضرورة تقييم جميع التهديدات المطروحة وتحديد الأسلحة المطلوبة لمواجهتها وأوضح مادفدوف خلال اجتماع لمجلس الصناعات العسكرية الروسية أن دول الناتو تعزز قدرات كيف القتالية عبر تزويدها بوسائل تدمير حديثة وبعيدة المدى كما يدرسون عن كثب إمكانية تزويد كيف بمقاتلات F-16 الأمريكية وغيرها من المقاتلات وأكد مادفدوف أن الوضع خطر منوها بضرورة تقييم جميع المخاطر المحتملة والتهديدات وتحديد أنواع وكميات الأسلحة المطلوبة في المستقبل القريب أكد الرئيس البولاندي أندريا دودا أن عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلنطي نايتو من شأنها أن تعزز القوى العسكرية للحلف جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده دودا مع نظره للتواني جيا تيناس نوسيدا في مدينة كلاييدا حيث أعرب الرئيس البولاندي عن أمله في أن يتم اتخاذ قرار خلال قمة نايتو المرتقبة عقدها في مدينة فيلينيوس عاصمة لتوانيا الثلاثاء والأربعاء المقبلين بشأن مزيد من الدعم لأوكرانيا خلال مواجهتها للعمليات العسكرية الروسية تعهدت الأمم المتحدة بمواصلة العمل من أجل تمديد اتفاق تصدير المواد الغذائية والأسمدة من أوكرانيا وروسيا وحثت الأمم المتحدة البلدين على أعطاء الأمن الغذائي العالمي الأولوية مع المساعدة في ضمان وصول المنتجات للأسواق العالمية بسلاسة وكفاءة على نطاق واسع أيام تفصيلنا عن انتهاء الاتفاق الأممي حول تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود والذي ينتهي أمده في السبع عشر من يوليو الجاري روسيا لا تزال تعلق موفقتها على تمديد الاتفاق بسبب عقبات تعترض صادراتها من الحبوب والأسمدة موسكو وعلى لسان المتحدث باسم الكرملن ديمتري بيسكوف كان قد أعلن أن بلاده ستعلن موقفها من قرار التمديد في الوقت المناسب قائلا إن الغرب لا يزال لديها الوقت لمعالجة المشكلات التي أعلنت عنها روسيا وزادت المخاوف المرتبطة بالاتفاقية بعدما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أشار الماضي إنه يفكر في الانسحاب من الاتفاقية وسبق أن هددت موسكو مرات عدة بالانسحاب من هذه الاتفاقية التي توتيح مرورا آمنا للحبوب الأوكرانية المصدرة عبر البحر الأسود وذلك بدعوى أن بعض البنود الخاصة بتصدير الأسمد الروسية لم يتم احترامها رغم التزامات الأمم المتحدة المتعاقبة في غضون ذلك أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو أن الأسعار العالمية للحبوب والزيود تواصل تراجعها في يونيو لكن أسعار السلع الغذائية ما زالت مرتفعة جدا في الأسواق الداخلية للدول الأفقر هذا ومن المتوقع أن يتراجع إنتاج الحبوب في الدول الأربع والأربعين ذات الدخل المنخفض والتي تعاني من عجز غذائي ما سيزيد من حاجاتها للاستيراد قال ديمتري بوليانسكي نائب منذوب روسيا لدى الأمم المتحدة إن بلاده طلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي في 11 يوليو الجاري لبحث التفجيرات التي استهدفت طيخة أنبيب الغاز نوردستريم في سبتمبر الماضي وأضاف بوليانسكي أن موسكو ستدعو اثنين من المتحدثين المحايدين لحضور الاجتماع اشتركوا في القناة